أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين جوش الناس هذا عذاب أليم رب نكسف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش البطشة القبرى إنا منققمون ولقد فثنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني ألت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واتسرك البهر رهواه إنهم جند مورقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاقهين فذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخلرناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موذتنا الأولى وما نحن بمشارين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميخاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينسرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزكوم طعام الأثيم كالمه ليغني في البطون أغني الحميم خدوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم سبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتلقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإس أبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بهور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجهيم فادلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الهق من ربك لتنزر قوما ما أتاهم من نذير من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم مستوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم الله كان مقداره ألف سنة ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من تين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا دللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وطن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائد المجرمون لنا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعما صالها إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وصفحوا بهمد ربهم وهم لا يستكمرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أختي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم زوكوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أزلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تقو في مرية من لقائه واجعلناه هدى لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفسل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبسرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينزرون فأعرض عنهم وانتذر إنهم منتذرون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تغزيل العزيز الرهيم لتنذر قوما ما أوذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وادرب لهم مسلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بصالس فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنكم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنكم إلا تخذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تعده لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني لدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واهدة فإذا هم خامدون يا هسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر والقمر قدرناه منازل أتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في بلد يسبهون وآية لهم أننا حملنا دريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينغذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترهمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين غفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيهة وايدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ألهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيهة واهدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبن فاكهون هم وأزواجهم في دلال على العرائك متأكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أدل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أبلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين ليوزر من كان هيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأمنون ولهم فيها منافع ومشارب أبلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محدرون ألا يزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نتفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم سبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر غرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المسير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تخور فكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نزير قالوا بلى قد جاءنا نزير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أسحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأسحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخشف بكم الأرض بإذا يتمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بسير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أب من يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على سراط مستقيم قل هو الذي أغشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأخيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنكم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفتاسي أسوجوه الذين كبروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رهمنا فمن يجير القافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من وفي ضلال مبين قل أرأيتم إن أسبه ماءكم غورا ومن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بماء السلام شكرا